ينظر للدون من الكثيرين على أنه أحد أعظم اللاعبين على مر العصور ويحظى بمتابعة الملايين من جميع أنحاء العالم ويشتهر بمهارته الاستثنائية في المراوغة وسرعته المذهلة وقدرته على تسجيل الأهداف غير المتوقعة لكن ما هي الأشياء الاثنى عشر التي تحتاج لمعرفتها عن صاروخ ماديرا واحد قصة اسم رونالدو ولد رونالدو باسم كريستيانو دوسانتوس أفيرو يبدو أن والدة الدون من محبي الرئيس الأمريكي الأسبق رونالدو ريجان فقد ولد ابنها بعد شهر واحد فقط من أداء ريجان اليمين الدستوري فقررت تسميته على اسمه ثانيا مشكلة في القلب عانى رونالدو من تسارع ضربات القلب في سن الخامسة عشر لكنه خضع لعملية جراحية ناجحة سمحت له بمواصلة مسيرته الكروية ثالثا كاد أن ينضم إلى ليفربول في عام 2002 لفت رونالدو الأنظار في بطولة للشباب حاول جيرارد أوليه مدرب ليفربول آنذاك ضمه للفريق لكن الصفقة لم تتم رابعا خطوة قريبة من آرسنال قبل انضمامه إلى مانشستر يونيتد كان رونالدو قريبا جدا من الانتقال إلى آرسنال تم تجهيز القميص رقم تسعة باسمه لكن كارلوس كيروش مساعد مدرب مانشستر آنذاك أقنعه بالانضمام للشياطين الحمر خامسا مطار باسم رونالدو مطار ماديرا الدولي والمعروف أيضا باسم مطار كريستيانو رونالدو الدولي ويقع في جزيرة ماديرا البرتغالية تمت إعادة تسميته في عام 2017 تكريما للدون المولود في المنطقة نفسها سادسا أول متوج بجائزة بوشكاش تم استحداث جائزة بوشكاش لأفضل هدف تم تسجيله على مدار كل عام في عام 2009 نال رونالدو شرف حصد أول نسخة منها سابعا في عام 2011 قام رونالدو بالتبرع بنخاع عظمي لطفل مصاب بسرطان الدم ثامنا سفير للنوايا الحسنة عين رونالدو سفيرا للنوايا الحسنة من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تاسعا في عام 2010 اتهم رونالدو بالتهرب من الضرائب في إسبانيا تم تغريمه لاحقا بمبلغ 18 مليون يورو عاشرا في عام 2018 اتهمت عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا رونالدو بالاغتصاب نفى رونالدو هذه الاتهامات ولم يتم توجيه أي تهمه إليه 11 متحف خاص The Museo CR7 هو اسم متحف خاص بمسيرة رونالدو الكروية ويقع في مدينة فونشال والواقعة في جزر ماديرا البرتغالية يضم هذا المتحف الكثير من الأشياء التذكارية في مسيرة الدون بما في ذلك بعض الأشياء الخاصة بطفولته وصعوده للشهرة وإنجازاته الكروية 12 الأكثر إحرازا للأهداف دوليا كريستيانو هو أكثر اللاعبين الدوليين تسجيلا للأهداف من بين كافة اللاعبين الحاليين إذ أحرز 122 هدفا مع المنتخب البرتغالي فهل عرفت معلومات جديدة عن كريستيانو رونالدو؟ شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لمتابعة المزيد من المحتوى المميز ترجمة نانسي قنقر